سبوع العنوان يقول اتحاد إذاعات الدول العربية يستخدم الشركة إسرائيلية موظفها ضباط بالموساد العنوان هذي نقرأها على موقع السكة المقال طويل جدا ناخذينا منه احنا فقط بعض المقتتفات يقول انشئة اتحاد إذاعات الدول العربية كأحدى مؤسسة العمل العربي المشترك عام 1969 لتنمية التعاون العربي في الحقل الإذاعي والتلفزيوني وهو بمثابة مظلة تجمع الإذاعات والتلفزيونات الرسمية العربية وعدد من القنوات الخاصة ووكالات أجنبية ناطقة بالعربية العام الماضي اطلق الاتحاد نذكروا ان الاتحاد مقر في تونس ليش ناخذينا المقال لانه تونس في الموضوع اطلق الاتحاد مشروع الشبكة سحابية تربط أعضاء الاتحاد بعضهم ببعض مع الاتحاد وتتكون الشبكة من خواد على الشبكات السحابية العالمية ووصلات انترنت يتبادل الاتحاد وتلفزيونيات من خلالها الصور أشيطة الفيديو النصوص والكثير من التطبيقات والخدمات في مجال المعلوماتية كل هذا ينتهي لدي شركة اسمها دالت حسب المقال الاسرائيلية المنتجة لأنظمة التكنولوجيا وهي واحدة من ثلاثة شركات رئيسية تعمل في مشروع أسبيو كلاوت وتساعد القنوات الأعلامية على إدارة أصولها الإخبارية إنشاء المحتوي البصري والصمعي وأنظمة الأرشفة والتبادل بموجب هذا المشروع فإن العاملين في الاتحاد وفي وسائل الأعلام الرسمية في الدول العربية يستخدموا منذ مطلع مايي 2023 نظام دالت على الحواسيب امتاحهم في مراكز العمل وعلى أجهزتهم الخاصة من حواسيب وأجهزة خلوية لتبادل الملفات وتحريرها وبما عنه الولوج إلى السيستيم هذي يطلب إدخال اسم المستخدم يوزر نيم وكلمة المرور والبريد الإلكتروني فإنه كل هذه المعلومات متاحة للشركة الإسرائيلية لأنه من يملك النظام ومفاتيحه وبرامجه يملك قدرة المراقبة ويؤكد خبراء أنه بمجرد أن يفتح المستخدم نظام دالت يستطيع مبرمجه الشركة مراقبته كما أنه في إمكان المبرمجين خرق الأجهزة والحواسيب والهواتف اللي يتشغل النظام وزرع برامج للتجسس داخلها وفي أي وقت يمكن تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم أثناء عمله على النظام المشبوك على الأنترنت من جهة أخرى يقول المقال وحتى تشرين الثاني الفين وثلاثة وعشر بلغة عدد المساجلين على أس بيو كلاود نحو 150 موظف من التلفزيونات والإذاعة الرسمية وفق أرقام اللجنة الدائمة للشؤون الهندسية في الاتحاد اللي كشفت زيدا وأنه حصلت التبادلات على الشبكة بلغت 60% من إجمالي التبادلات التلفزيونية و83% في ما يخص التبادل الإذاعي المقال كيما قلت لكم طويل برشا برشا نحن أخذينا فقط أجزاء منه على خاطر بش نحكي برشا فيها النقطة هذية يختم المقال بهذه الفقرة يقول ما فعله الاتحاد أمر من اثنين إما انعدام مسئولية أو تواطئ ضد دول عربية لم تغرد بعد مع سرب المطبعين كلبنان وسوريا وتونس والعراق والجزائر وفيما يتعلق بلبنان الذي يخوذ حرب ضد العدو يفترض معها أن يتعامل بحرص بحرص شديد توجه كل ما يتصل بالعدو من شركات وبرامج وأجهزة وتطبيقات ولا سيما أنه يتعارض لحرب استخباراتية سبرانية على أكثر من المستوى فينتظر من الحكومة ووزير الأعليم التواصل مع الاتحاد من أجل وقف المشروع أو الانسحاب منه بطبيعة نحن نأخذ خبار كمان هيدا لو جوا ساعة في أي المواقع نزل القناة في بعض المواقع نقلقنا بعض الصحفيين من قنوات عربية إخبارية منزلين زادا هذا الخبر أول حاجة باش نعملوها باش نتصلوا بالمعنين بالأمر دونك اتصلنا باتحاد إذاعات الدول العربية عادينا نهار كامل نتصلوا بيهم السباح للعشية في محاولة باش نأخذوا الرد من عندهم باش نأخذوا تفسير لما يحدث من عندهم وننسق مداخلة قلنا ربما الخبار هذية يكون مظلل يكون أنتوكسي والله أعلم معناها شنوه وراه هذا الخبر خاطر محاببينيش نصدقوه مخنا مش حابب يصدق هذا الخبر دونك قلنا خلينا نأخذوا الإجابة من اتحاد إذاعات الدول العربية اتصلنا بيهم السباح في القائلة في العشية ببرشة مرات بتبيعة كل هما برشة أعظام كل واحد يقول لك ليه الأخبار هذا ما فهمش منه هذا تخل ويد وما فهمش منها الحكاية هذية وهبينيهم يدخلوا معنا بالتليفون يأكدوا لنا بالتليفون وعنوا الأخبار مظلل وغالطوا ما فهمش منه يجا نأخذوك بالتليفون معناها فصل لنا ووضح لنا آه ليه ما تكلموش في الميكرو آه نعطيكم أونوف بي نسجلوا معاك كلمة أونوف آه ليه ما نسجلوش أونوف طاح الليل قال الراجل هبتوا بيين هبتوا بيين قالوا لي هما يطعملوا مع شريك هاو جيك عاد هاو جيك عاد طوال بيين بعد ما احنا أصرينا وإيه ناس نهار كامل وهي تطلب فيهم حبينا ناخذو حد معانا في المباشر خلينا نفركوها الرمانة لأنو حاجة تهمت وين صارو منيش موضوع دقيق وخطير جدا لازم نفهموا صحيح من الغالط آآ لكن مع الأسف تم رفض التدخل والاكتفاء بالتوضيح وراء الميكرو آآ معا مثلا من الأسماء اللي اتصلنا بيهم السيدة آآ خميس الشيب عضو سيبق بالاتحاد اتصلنا زيدة بالسيد فؤاد آآ يعيش حتى واحد فيهم ما حب يدخل بالتليفون وأحلونا دونك في الليل بعض الإصرار قالوا هاو طوراو ما مزلنا كي هبطنا البيان التوضيحي آآ أصدروا الاتحاد نهارة اللي تصلنا بيهم يعني آآ عقب الليل هبطوا البيان هذا البيان طويل وعريض وبيبع أنكم ما حبيتوش تدخلوا منيش بش نقرأ الكل بش نقرأ ديزيكستري منه هاو يبقى الميكروفون على ذبيتكم والكلمة ليكم كنتحبوا تدخلوا مرحبا ماذا بينا شوية تفاعل مع بعضنا بطريقة مباشرة خير من هالبيانات هذية دونك نواصعوا بينا مع بعضنا لأنه تفاصيل دقيقة في البيان يقول نشر موقع الأخبار والسكة بتاريخ 27 مارس 2024 مقال يزعمين في أن اتحاد إداعات الدول العربية يتعامل من خلال الشبكة أسحابيه متاعه أسبوكلاود مع الشركة داليت وأن هذه الشركة إسرائيلية وأنه اتحاد إداعات دول العربية يعرب عن استغرابه الشديد من نشر هذا المقال المظلل وعن استنكاره العميق مما ورد فيه من مغالطات وافتراءات ليتموت إلى الحقيقة بأي سلة ويهم الاتحاد في هذا صداد أن يقدم للرعي العام التوضيحات يقول لك التبادلات الإخبارية والبرامجية الإذاعية منها وتلفزيونية تمثل ركن أساسي ضمن الرسالة الأعالمية والتكنولوجية وكذا 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 المواد المتبادلة هذه تمكن الجمهور في كيف تأرجع الوطن العربي من الإطلاع على مواكبة المستجدات ومتابعة مظاهر الحياة في شتى مجالاتها ويقولوا أن المواد المتبادلة تتمثل في تقارير إخبارية أو برامج أو انتجات بعد أن تكون قد أنتجتها وبثتها على محطاتها ومنصاتها ومواقعها الإلكترونية الأطراف المعنية معنية إذاعات وقنوات وفي بعض الأحيان يتم البث محلين وعلى المنصة بصورة متزامنة يقولك يتولى الاتحاد من خلال أنظمة الانتصالية الحديثة وآخرها الشبكة السحابية أسبيوكلاوت تعميمها على كافة الهيئات الأعضاء تحقيقاً للفائدة المشار لها وعلى هذا الأساس ركز معي فأنه هذه المواد اللي سبق للهيئات المذكورة أنبثتها هي متاحة للعلن يقولك هذو ما متاحين للعلن ما فيهيش ما يحيل على مبادئ الخصوصية والسرية معناه معناش مش نوان خافه خاطرهم هما تبثوا وتعدي من شنوان خافه على هذا الصعيد وهذا على صعيد العربي أما على المستوى الأقليمي والدولي فأنه لي شبكة الاتحاد السحابية دور مهم في إبلاغ الخبر العربي ونشره على أوصى نتاق خارج المنطقة العربية من خلال تبادل الإخباري والبرامجي والتعاون الذي يقيمه الاتحاد مع نظراء الاتحاد الإذاعية الأوروبية ومنها والأساويات دونك شي يقولك يقولك زيدا الاتحاد حريص دوما على تطوير منظومة التبادل بهدف جعلها مواكبة باستمرار لآخر التكنولوجيات وموفرة لأرقى الخدمين من خلال التعامل مع المزودين وسامى مجموعة من المزودين مثلا أمازون تيفيو الأمريكية نيو بريدج الفرنسية إدارة المحتوي مام من شركة دالت فرنسية ويحط لك ما بين قوسين مرفق سجلها التجاري الفرنسي في أسفل المقال دونك هذه الشركة هي اللي موضوع اليوم النقاش ومنظومة إدارة المشتركين أكتا الأمريكية دونك يقولك التشكيل هذا يمكن من إدارة الشبكة السحابية والتحكم في مواردها بطريقة فنية واقتصادية ويقولوا أن المعلومات اللي تتوفر على الشبكة غايتها أعلمية بحتة دونك لا تحمل الخصوصية أو السرية والهدف منها كما سبق تبيينه هو التبادل الأخباري والبرامجي بين الدول العربية والاتحادات والمنظمات المهنية العالمية مع تأكيد أن النفاذ إلى هذه المواد تتحكم فيه الإدارة العامة للاتحاد بشكل كلي كلمات السر مخزنة بصفة مشفرة ولا يستطيع أحد الولوج إليها ويتم تحديدها من قبل المستخدم فقط يقولوا أنه مدير المشتركين هو بيدو لا يمكن الاطلاع عليها وجميع هذه الشركات وفقا للاتفاق لا تمتلك أي حقوق للمواد الموجودة عبر منصات على حقيقة ويل برشا المقال جسد بش نختم يقول كما أسلفنا في معرض الإشارة إلى قائمة الشركات اللي يتعامل معها الاتحاد من خلال شبكاته السحبية فأنه شركة داليت على عكس ما دعاه المقال هي الشركة فرنسية كما يدل عليه سجلها التجاري وفضلا عن ذلك فهي تعمل منذ ثلاثة عقود في عدد من الدول العربية وليست مدرجة على لوائح الشركات المقاطعة أهنا وين قاعد نقرأ في المقال هذي قاعدين نشوفه في بعض الصور دخلنا على موقع الشركة هذية ولقينا أنه مكيد متاحة موجودة في أكثر من ستاش دولة منهم الكيين المحتل وهذه صور لطبعا الملكين والمديرين بتاع الشركة هذية الصور والأسماء معنا موجودين ندومه على انترنت اكسي سي بالأي واحد يحط دالات اليوم يدخل يشوفه شنوه اللي يفهمه محمود انتي زادة بحث لا تفعلي أنا لوشت معناها تاو نبحثه إن شاء الله بغطرة في القدام جست بش نبدأوا فهمين العباد اللي يسمعوا شنوه هذية الصحابية ودرا شنوه وعليش لسبيه بتعمل فهم النصر وعليش لكلاودة داية تاوه في أي شركة ولا في أي بلاسة بالأخص كي يبدأ فهمه بروات بش نحكي بالزربة وبعض عاودوا تفرجوا في ليفستريمينج ووسعوا بالك تاوه في برشة بروات في برشة بولدين شنوه يصير؟ أي شركة بخلاف الأسبوع أي شركة يوالي عندها برشة داتا صن جيجا ودو تيرا ودو صن تيرا وميل تيرا معاش نجم تخزنهم ونجم يضعو لك في أي وقت فان وليو نشريوا لي سوليوسيون كلودة دوما شنوه هومه تبدأ تابلودي مثلا يقول لك عندك الحق في دو ميل تيرا دو ميل تيرا تخلصني في الشهر ثلاثين ولا أربعين دولار معنا يخير لك ملي بش تشري سيرفير ونجم يتكسر ولا ديسك دور ونجم يتضربوها وهذا اختصاصها هي الشركة وهنا توفر حتى في السوليسيون جيس خلي نقل هذه وكمل شنوه تقول لك تقول لك كي جي تلوج لهنا خاصة على مواقع البورسة تعريف بالشركة شركة كبيرة رمي الشركة صغيرة تقول لك داليت اسا اتو نسوسيتي فرانسيز جزمي نسوسيتي فرآ جزمى وتغير إلى تغير صغaction صغيرة تحصلية وجوده وعديدي تحصل على التحديات وحصلة العلاجية والمانتعب والعشارة والشخصرف تحصل على التمثير والإمكانية جيدة وفكرة العمل وإمكانية من المهم وشخصة على رغم السلسة وفكرة الصحيات والإمكانية في عملية الاجتماعيات مريلا والسلسة نحكي بش تشوف. جس هكا روشي ارش عالجوجل بالفرنسي مش بالانجلي. شوف دالات تابع انا هولدينج وينت اس. لا يعطيني عادة ذي نحبه عندك انتي. هي وينت اس. لا لا. فما فازة. لا لا. لو اجعل الانترنت نجمش تلقى دالات وينت اسد في انا بلاس. نتحدى. كنت نجم تلقاها وينت اسد. ايه. شوف اميل ما دامنا نحن. اه انا اللي لقيت لقيت وقع انه فما في فرنسا وفما في تقريب ستاش ولا ثمانتاش ان دولة. جايك واحدة واحدة. اخرى اللي ما كاتب امتاح ها? جايك واحدة واحدة خنكمل نفصل. في ستاش في ستاش انه بلاسة في العالم. جايك واحدة واحدة في اثنين. كي ما كنت نفسر هذيك علاش الشركات يمشيوا للشركات الصحابية كي ما الامازون ويب سيرفس. الامازون اللي دي ما نحكيوا عليه هراه يدخل فلوس من السيرفيس متاع الكلاود اضوما اكثر ما الامازون اللي بيع ويشري هذيك في انواء حسريه ولوصبابته كل شي. منشيرة اخرى دالات هذية. ام. ما نعرشش نو الكنتراتو اللي ما بينهم وبين لاس بي ولا اللي هو كيفاش الكنتراتو. دالات تأسط عام الف وتسعمائة وتسعين. اه. اسسها دافيد لوسري وراول كوسبر. ايبا. شكونا ما ذوما. ذوما شكونا. بالاسمية ذوما شكونا. بالاسمية. ما نحبش نقول بالاسمية يا ناسي. لا يا خيالي باسم العائلات. اه. والله اسم دافيد معروف معروف معناها. وراول كوسبر ظهر اسم البريزيل. طبع هكا معناها. بخلاف هذا الكل شركة تأسط عام الف وتسعمائة وتسعين. في الوقت اللي مازالوا ليسوليوسيون كلود معناها. تي مازال دوجي وقت. مازال دوجي. وينت أسط في عام الف وتسعمائة وتسعين. قد ما تلوج ما تلقاش حتى بلاسة. قد ما تلوج ما تلقهاش. لاهم حطينها في السيت لا في حتى بلاسة. تبقينا كي تدخل جوجل مابس. وتكتب داليت. مهم. يخرج لك معناها اول البلاسة في ريشيرج. تيخرج لك بير السبع. بير السبع. فول حاجة يخلع لك بير السبع. معناها في جوجل مابس جنرال ماو يخرج لك البلاسة الأولى. اي. خطرة ذيك الرفيرانسمون متاع جوجل. معناها واضح. هما ينحيوها باش ينجموا ويخدموا على رواح. مم. متفاهمين. تبقينا اللاس بيو شنو الكونترات ومتاحهم بالضبط. والله صدقني عفاف. تنجم تكون حاجة خايبة هذية. وتنجم تكون أزمة حتى في الاتصال. للاس بيو. مم. عما منشيرة أخرى للحكاية هذية تفرح برج. كيفيش. بلحق. باش الناس الكل يعرفوا وخلي تزيد تتعرف الحكاية. معناها في الاخرة تو تتنسي وتو لاس بيو يخدموا على رواح مو كل شي. اما باش الناس الكل يبدأوا فاهمين القيمة متاع الديجي تاليزاسيون. والقيمة متاع هذوما على خاطر راك باش تحط عندهم قربجيك الكل. اكزاكتما. قربجيك الكل باش يبدأ عندهم. بلاي موتباس. ما تقول ليش. اينا ترشنو اللي قلقني معناها في البيان هذية. سيع قلقوني برشة حاجات في آآ انو لاس بيو ما فماش عليش ترفض وانك بش تدخل معنا يا مسيج. احكي معانا فاسرلنا. قول هذا راهو غالط. عطيني رايك. قول ما عرش. قول ما في بليش بها. خاطر انت بعد في البيان. قلت. وانو لسمة متاحة. ما هوش ويرد في الشركات المقاطعة. مم. معناها ضمنيا. كي انك في بالك. هذي الاولة. الثانية. انت في البيان. شو مشكلتك مشكلتك وانو راو احنا انو عنا الموتباس. وحدنا وراو المعلومات المتبادلة. آآ هي برامج. ما يش مهمة وما يش سري. يعني احنا قولو لكم معنا ينجموا يخترقوكم. ويحطو تقولكم دي لوجيزيال. آآ بيغات على لز او ديناتور متاعكم وتليفونيتكم ودنيتكم. وانتي تقول لي البرامج. آآ تنبثة. ومهيش سرية. معنا فمت. نعم. اللي قلته صحيح. ما عنا بش نقول لك أنا نبدأ نتبع فيك فمش اللي قلته صحيح. كان تحب شريكة متاع كلود. انتي في السيرفير متاح. شو معناها السيرفير متاح. راو تطلح حاجة على انترنت يبدو دي سيرفير مفرقين في العالم. في ماليزيا في الانجلتير في فرنسا في امريكيا في كندا في اكثر من بلاسة في جنرال ما يكونوا البلايس عاطين على البرد شوية خطر للسيرفير ولزمهم يبردوا. ولدونام بتاعك يبدو يدوروا ما بين لسيرفير هذوكم. فتنجم تليش هرجان في اي وقت وينجموا ما يضيعوش حتى كان يتفرق على السيرفير في بلاسة مع البلايس. تلقى لدونام معناها فما كوبي في شراء اخرى معناها ما هو ذاك عليش الكلاود مش يروفر. اما اللي قلت وانتي عفاف صحيح. لسبيو مثلا كانوا في البياني نجم نقولوا هذو ما اللي استمتع الشركات اللي نتعاملوا معاهم. وما في بلناش الادالات هذي بالذات تتبع للجروب الفلاني وتعمل فيها هكا وهكا وهكا. لهنا. لهنا عفاف نشوفه قيمة حاجة. نشوفه قيمة انه ما جيش انتي شريك وزوز ثلاثة مديرين. بش نحكاها هكا مالاخر كالسولتاب. ما جيوش ما زو ثلاثة مديرين ولا شركة ولا وزارة ولا هيئة ولا اي حاجة جيو تصدموا وحدكم في الديجيطاليزاسيون كلتوما ما تعرفوش. مش تقول للسكرتير يا شوف لي ثلاثة شركات يعملوا ديجيطاليزاسيون وشوف لي خاطر دالات كتشوف للاسوهم بتاع لسرفيس متاحة مغرين برشة. نحن نحن نحكي لكم. لا تحق ولا تكره معنا الشركات العالمية هذوم هم مسيطرين عليها. مسيطرين عليها وعندهم تقدم تكنولوجيا ورقمي كبير برشة. اما تفرق. تفرق مشكلة انا مشكلتي هي الشفافي. بخلال بخلال. واعطيني المعلومة يا اخي وتحمل مسؤوليتك انا مطالبة حتى شيء. انا طالبة كوسيلة اعليم. لقينا خبر من حقنا وعنا ننفذوا للمعلومة وعنكم تجاوبونا. اما تزلحبونا كيما يقولوا ببيان كيما هذية. اللي في الختام تكوش عليه ستاتيو فيسبوك. يقول لك فانهما يدعو الى اغراب ان نفس المقال قد نشر حرفيا وبنفس الصورة من قبل موقع اه موقعين وهذا مبعث تشكيك وريبة فيما اذا كان المقال صحفيا بالفعل. معناه ليليق. ما زاد اتحاد اذا عدوا العربية يراكم. ومعناها اه اللي نفخنوا بيها. حبينا وعنه مكلف بالاعليم مثلا واحد من الاعضاء حد يجاوبنا وكهوه هذا ويوضح لنا. وشوفوا وراجعوا رواحكم. كان اخطأتوا قولوا راو اخطأنا معنى. تعمل ريزيليا سوند كونترا وتبضلوا مع شركة اخرى وكهوه ومعناها بالضبط بالضبط. ما قلناش معنا ما طلبناش تعجيز معناها ماناش هذي من الجردو فاهم طوى تصير وباهية للعالم العربي لكل بش الناس كل يعرفوا قيمة الشياذايا وقيمة الكلاود. يلا بش نمشيوا مباشرة مع اميل عدويني نتعلم.